اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على همية تطوير العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الصربيا الصديقة ومواصلة تعزيزها في كافة المجلات بما يحقق التضلعات البنشودة في ظل ما تحظى به العلاقات الثنائية من دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه منوها سموه باهتمام مملكة البحرين بفتح افاق تعاون ارحب مع جمهورية صربيا لتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية على مختلف الاصعدة بما يعود نفعها على البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في مقر مجلس التنمية الاقتصادية اليوم فخامت الرئيس الكساندر فوتيتيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة بمناسبة زيارته لمملكة البحرين وذلك بحضور عدد من اصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين وأكد السمو حفظه الله الحرصة على تطوير مستويات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البحرين والصربيا للدفع بوتيرة العمل نحو مزيد من التنسيق الثنائي لرفض الاستثمار في القطاعات الحيوية وخلق فرص نوعية للجميع ينعكس أثرها الإيجابي على اقتصاد البلدين وقد اطلع فخامة رئيس جمهورية صربيا خلال اللقاء على عرض بشأن عمل مجلس التنمية الاقتصادية ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي وفق مسارات وتطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتطرق العرض أيضا إلى التسهيلات التي يقدمها المجلس للمستثمرين وتعريفهم بالفرص الواعدة الاستثمار بمملكة البحرين كما تضمن العرض التعريف بشركة ممتلكات البحرين القابضة ودورها في الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار بين مملكة البحرين والأسواق العالمية كما استعرض الجانب الصربي البيئة الاقتصادية والاستثمارية في جمهورية صربيا ومسار تطور القطاعات الاقتصادية بالجمهورية وما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين للوصول للسوق الأوروبي وخلال اللقاء جرى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية من جانبه أعرب رئيس جمهورية الصربيا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على ما يليه من حرص واهتمام لتوطيد علاقات البلدين نحو مزيد من التقدم والازدهار بما ينعكس أثره على البلدين والشعبين الصديقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر